تشن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر شريدة في العقبة مشروع المجمع التجاري الترفيهي مجمع النفورة بكلفة 15 مليون دينار الذي يقع في منطقة تتوسط المجمعات السياحية والفنادق الرئيسية على مساحة أرطبلغ 13 دونما ومساحة بناء تبلغ 21 ألف متر مربع والمملوك للأسواق الحرة الأردنية وأيضا قال شريدة أثناء الافتتاح إن إنشاء المجمع سيوفر استثمارا قيمته حوالي 14 مليون دينار وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة وسيكون له قيمة مضافة على المنتج السياحي والعقاري والاستثماري في العقبة مشيدا بخطوة الأسواق الحرة الأردنية للاستثمار في العقبة حيث أن الاستثمار الوطني يشكل قيمة أساسية من قيمة وفلسفة إنشاء المنطقة الخاصة من جانبه قال رئيس هيئة المديرين في شركة الأسواق الحرة الأردنية مازن الساكت إن المشروع الذي تم تصميمه من خلال مصابقة شارك فيها أهم شركات تصميم الأردنية ولجنة اختيار من كبار المهندسين تتركز أهميته وتميزه على أنه مشروع تجاري ترفيهي يحتوي عشرات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وسوق حرة ومختلف الخدمات البنكية والاتصالات والمواصلات وصالة ألعاب للأطفال وصيدليات ويوفر المجمع المصاعد والأدراج الكهربائية ومواقف للسيارات داخلية وخارجية قيمة مضافة عالية لأنه أولا ينوع المنتج السياحي ثانيا يعطي مجالا للتسوق بأسعار تكاد تكون نصف الأسعار المعروفة للمركات أو العلمات التجارية العالمية التي تصنع خصيصا نوعيات ذات جودة عالية من الملابس ومن البضائع الأخرى خصيصا لهذا النوع من المحلات أو ما يسمى بالأوتلت ترجمة نانسي قنقر